فين بقى في اي شهر عقاري في عربيات متنقلة في المولات يعني هو طبعا لمنصب رئيس الجمهورية وحسية العمر حطين ضوابط في موضوع مكاتب الشهر العقاري ايه هي الضوابط ان انا اعمل ربط شبكي بالالكتروني يعني مش الالكتروني يعني تصويت الالكتروني عشان ما ندخلش في متاهة عامل ربط شبكي بكل المكاتب المعنية عشان مربوطة بنظام عندي انا كهيئة وطنية مطلع على كل الاجراءات ضمانة لهذا الاجراء عشان ما روحش قدي صوتي في القرارة اطلع على اسكندرية ادي اعمل تأييد تاني بالضبط يعني التأييد بالضبط كده لانه دي ممنوع ان هالك تعمل تأييد لاكثر من شخص يعني لازم ما تعمل تأييد تعمل او اكثر من مرة اه او اكثر من مرة فبالتالي اقدر اعمل الضمانة دي عشان ابقى فعلا بثبت ان انا واقف على نقطة متساوية من كافة الاطراف فكل اجراء متعلق بعمل انتخابي تحت بصر الهيئة الوطنية انتخابات بالتالي متحدد مكاتب على مستوى الجمهورية لعمل تلك التأييدات الناس تعرفها ازاي معلن قرار نهاردة صدر قرار بتحديد هذه المكاتب وتكلفها باجراء التأييدات معلن اعلن هذا القرار يعني كل واحد يبتدي يدور على اللي اقرب له وعايز يعمل تأييد لحد فيقوله والله زبط ان اللي اقرب له من مش اي شهر عقاري اللي قريب لي من المعلنين في هزي القائمة انا عايز اتخيل بقى شكل الاوضة اللي انتوا عاديين فيها دي انا قادم اتخيل كده شاشات واوضة ضلمة وزي الحاجات اللي في الافلازة وزي ما احنا حدثك انا قادم وحدثك كده زميلي العضاء الجهاز التنفيذي بنقعد كده على ترويزها زي دي وبنتعامل مع الحالة بحالتها ويعني الناس اهلا لهزا العمل طبعا لاوضة ضلمة ولا حاجة بس هو فعلا فيه ايام بنوصل فيها الليل بالنهار لعمل مضني ومقتنعين به لأنها ذاتها مسؤولية هامة وزي ما قلت في كلمتي النهاردة احنا نتعهد أمام الله وأمام الجميع نحن نقدر مسؤولية فبجد يعني هو طبعا حتى سايبهم وجاهل ساعدتك عادينا على طرف إزة زيدي بنبحث كل ما فيه شاشات طب بتعرفه اللي هو المتابعة الشبكية لا فيه داش بورد طبعا ما باين فيه كل الكسافات فين ومكاتب الشعر العقاري اللي وقفة ونتعامل معاها بلحظة بلحظة وفيه دعم فني فيها تفاصيل كتير قوي يعني لسه يعني والتفاصيل دي نهايتها عندي يوم الاقتراع باعتبر ان هذا اليوم هو يوم العرص بالنسبة لنا احنا كهي قطة النتخابات وصلنا لعملية الاقتراع الجهد كله بقى يوم الامتحان يعني أنا أول ما بيتم اختاري بالنكافة اللجان فتحت وكل اللجان عليها قاضي ده بالنسبة لنا نجاح استقرد اه كده الحمد لله استقرد طيب أنا شايف برضو من ما عارش ازولني بس أنا شايف من الحاجات اللي قرناها في الاشعات ان عدد اللجان اللي هتتعامل الناخبين برضو الاف اللجان عشر تلاف لجنة ازول بص فن هو احنا في السابق 2018 كان عندنا عشر تلاف خمسة وتمانين مركز انتخابي معنا مركز انتخابي ان ممكن يحتوي على اكثر من لجنة فرعية مدرسة فيهم مثلا فيها ست لجان بالزبط طبيعة الامر مع القاعد بنات الناخبين 2018 كان رقم ودلوقتي لما اغلقت هيصبح رقم اخر فده بيحصل فيه زيادة وبيحصل زيادة عدد لجان فرعية وده امر امر طبيعي حتى هذه اللحظة قاعدة البنات اغلقت ولكن احنا بنستحصل على التحديثات وان شاء الله على يوم الحد اخر تحديث موجود بنختار به من الاحوال المدنيات عشان نبتدي نعمل مشروع التسكين مشروع التسكين ده اللي حدثك بقى بتتكلم فيه وصولا الى عدد اللي جان الفرعية فمشاهد رأقول لحاجة دلوقتي كان ولكن احنا في السابق كنا 13000 13000 ده في انتخابات 2018 ورد الزيادة ورد الزيادة